بمناسبة الحركات جت في بالي دلوقتي وأنا داخل كان مباراة ريال مدريد وقاتلتكو مدريد لسه شغالة درب مدريد الشهير ريال مدريد سجل هدف المباراة على ملعب قاتلتكو مدريد وجماهير قاتلتكو مدريد مسكة تيبو كورتوة حارس ريال مدريد من أول المباراة اشتيمة وطغبيت وطنطيت وحطف حاجات وتيبو كورتوة كان بلعب قاتلتكو مدريد مسكينه بهدله فبعد الجول اللي جاء بوردجر راح تيبو كورتوة لف عند جمهور قتلتكو مادريد وبدأ ايه يخش معاهم في المناوشات فاللي حصل ايه جمهور قتلتكو مادريد بدأ ايه تحدي في حاجات بقى حاجات صلبة وولعات وحاجات كتيرة اوش فراح الحاكم خاد اللعيبة ودخل قط اللبس والمباراة توقفت تقريبا ربع ساعة بسبب مين بسبب تيبو كورتوة كل حاجة حدفوا عليه كل حاجة كل حاجة طيب هقولك حاجة سبحان الله هقولك حاجة تبدو غريبة شوية دي الكورة يعني ايه مهما كان فيه نظام ومهما كانوا اللاعبين محتفين ده بيلعب في اهم نادي في العالم تيبو كورتوة او اهم حارس في العالم ومهما كنت متعلم ومهما كنت في مجتمع يعني متعلم واي حاجة بص انت احلى واحد في الانت مجتمع مثالي الكورة فيها ادرينالين كده بيعلى في السماء في السقف محدش بيحس هو بيعمل ايه لجمهور ولا لعبين هل دي مثلا دعوة ان احلى بنقول يالله جماعة تعصبوا وعملوا مشاكل في الملاعب والكلام ده كله ما اقصدش كده عشان بس الكلام بيروح لتمين حت انا اقصد انه لما المشكلة دي حصلت تم التعامل معها بهدوء وزكاء خد لبقى اللعيبة دي برا عشان واضح ان هي عما تستفز الجمهور والجمهور مستفز جدا ابعدهم شوية عن حالة الدوشة دي الجمهور يهدأ سيميوني لما رجعوا الملعب سيميوني دي يجوا سيميوني مدارب قتلتكم مديد راح لجميل قتلتكم مديد وقال لهم اهدوا وقعد يعمل لهم الحركة بتاعته شهاد دي عشان المطش ما يبص مننا والدنيا كملت والدنيا كملت انا اقصد ايه ان والد ان يبقى فيه عصبية في بعض الاوقات في بعض الاوقات في الكرة في العالم كله دي مش تقدر تغيرها مهما حصل عشان ده مش تنس مش جلف ده قادل نليل طول وقت في السامة كلنا من يبقى متعصبين ومشدودين في ناس وهي مشدودة بتتصرف صح في ناس وهي مشدودة بتتصرف غلط ندعوهم دايما انهم يبقوا هديين ودي لعبة وما يبقاش تبقى متعصر بس مش هتلغيها مش هتلغيها مهم احنا لما نشوف ناس بتتعصب نتعامل مع الوضع وانه اللاعب يعني مثلا ايه انا ليه بشرح الكلام ده كله في لعبة مثلا سعب بتروح للجمهور تدايقه فالجمهور بيتعصب واللاعب بيعمل اخطاء والعكس نحطها في الاطار يعني ايه تخلص عند شوية مناقشة وخلصت احنا مشكلتنا حتى لما بنخش المرحلة دي بنكبر الموضوع قوي بنكبره ايه يعني الجمهور يفضل يشتم اكتر ويقصر اكتر ويعمل ازمات اكتر واللعب يتمادى واللعبات تانية تخش موقف ويخلص بسرعة شاية بتبقى اللحظة عايب انت كده لما بتبقى بتخاني مع حد في الشارع فاكتلا انا بزاك شتمت ولا زعقتل وبتاع بعد ما بتعمل كده اتقول يا ناري سود انا عملت كده ازاي فهي اللحظة بس نتعامل معاها بهدوء بهدوء او يعني نتدارك الموقف يعني انا بس جبت اللقاء دي ليه ما بيحصل في اوروبا بس كل ما نجي نعمل حاجة احنا يقول لك ايه يا عم الكلام ده ما بيحصلش في اوروبا اه بيحصل ده بيحصل في واحد من اهم الدورات في العالم مع اهم فريق في العالم ريال مدريد بيحصل بتحصل وبتعدي بس المهم بالتعامل معاها يكون تعامل زكي وصحيح طيب جا